رجعت من بلاد الغربة وقد أتممت الدراسة فنلت شهادة الدكتورات في علم السياسة يتجاذب ذهني ورد الأحلام وثمرة اجتهادي عبر الأيام فتأبطت أوراقي نحو المسؤول وكلي أمل في بلوغ المأمول فقال ضع أوراقك عند الموظف ولا تنس كتابة رقمك على المغلف وعند دورك يأتيك من اتصال فلا تتأخر وأقبل علينا في الحال تصرمت الأيام والأسابيع وخشيت الوقت مني يضيع فكررت لهم الزيارات وأعدت عليهم الاتصالات لكن بني قومي فيهم برود وحالي لا ينفع معه الركوت فذكروا لي رجلا نبيه باذلا حصيفا نبيه فكلمته في أمري وقد نفد مع الوزارة صبري فهو رجل له حضوة وشارة ومهابة وقبول في الوزارة فقال أمرك سهل هي والصعب عندي لي فخرجت من مجلسه فرحا وعدت إلى داري مريحا فاتصلت به مرارا على الجوال فحضرني وما عنده نوال فصاحبي والسابقون كأشباه القطى وقصدهم في الحوائج حمق وخطى سأل عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بعض الولاة في حاجة فلم يقضها فقصد آخر فشفع له فقضاها فقال يهجو الأول ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي تولى سواكم أجرها واصطناعها أبالك كسب المجد رأي مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعها إذا هي حثته على الخير مرة عصاها وإن همت بشر أطاعها قال أعرابي ليس لي من فلان إلا ضرب الصدر والجبهة إن جئته في حاجة ضرب صدره وقال قضيت فإن جئته بعد أيام ضرب على جبهته وقال نسيت فقيل لي لما لا تذهب إلى أحد النواب فمثله لا يغلق في وجهه باب فحاجعته عند المسؤولين مقضية ومواقفه عندهم مرضية فقدمت مجلس نائب والناس غمار إلى الخارج هذا يريد وظيفة وهذا مخالف وهذا يريد علاجا في الخارج فلما قدمت له الأوراق وقد امتزجت الدموع بالمشاعر وأنشته باكيا قول الشاعر الفزعة اللي ما تجي وقت اللزو أقسم برب البيت ما ودي بها وفي ذمتي ما ينفعك غير القروم وهل الوفاة وقفاتها من طيبها وشريحة الجوال مليانة هرقوم لكن بعضها قلل الله صيبها فأفزعني بدق الصدر وقال لأنقلك من العسر إلى اليسر فاستبشرت من الكلام وقلت به زوال الكلام وإذا بالنائب ليس ببعيد عن الخاقاني الوزير الأثرة لأهله ولغيرهم تسويف وتخدير لقب وزير المقتدر العباسي محمد بن عبيد الله الخاقاني بالوزير دق صدره لأنه إذا جاءه رجل في حاجة دق صدره لكنه لا يوفي بها وقد عين أقاربه وضيع حقوق الناس فلما بلغت حد الإياس أصرت أضرب أخماسا بأسداس قال لي صديق وقد رأى ما بي من الضيق إن كنت تريد لحاجتك القضاء في العجلة والنجوة فعليك بساق المسؤول القهوة فهو يدخل بلا استئذان ومثله كمثل طارد الذبان عن وجه السلطان يروى عن الرحالة بن بطوقة أنه احتاج بعض سلاطين الهند في حاجة فبذل له كل شفيع فلم تقضى حاجته فقيل له عليك بطارد الذبان عن وجه السلطان فذهب إليه في داره وكلمه في حاجة فقضاها له طارد الذبان عن وجه السلطان فذهبت إلى العم ساق القهوة ومعي هدية مجزية فأنشته قول ابن أبي السلط أميه أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالأمور وأنت قرم لك الحسب المهذب والسناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فقضى حاجتي فالعم صباب القهوة لا يرد له الطلب وعليكم بأمثاله عند الرغب فدنيانا هذه دنيا معكوسة وحاجات الكفاءات فيها معفوسة ترجمة نانسي قنقر